السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملون بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة واشركم بروكة رمضان كريم الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلام والهناء ورحت البال هي كل شي كيف نقول دائما اليوم سوف نرى الوصفة لكل شي كيف يريدها البيتزا بكمية وفيرة يعني سوف نصيبوا واحد لكمية ما شاء الله تتحمق خطيرة بمعنى الكلمة يعني وصفة غزالة سوف تعجبكم إن شاء الله الخير والبركة وكاتجي زوينا من السمه فعلا وصفة غزين تعتمدوها إن شاء الله للشهر الفضيل خليكم معايا أخواتي من الولدة الأخير بنسبة المكونات ديال هاد العجين غزين نحتاجوا له كاس ديال الحليب السائل هنا عندي كاس ديال الحليب السائل اللي هو دافي بنفس القياس ديال الكاس غزين عبر الماء أول مرحلة غزينحتاج جوج كسن ديال الماء وكيف قلت الخير والبركة وبالنسبة لهذه العجينة هادي ما غدش نطيبها في الفران كيشتوا معايا في المقلات وكاتجي من أروع ما يكون يعني بيتزا غدين تشوفوها إن شاء الله وغدين نديروها وتعاودوها بتغمض العينين هذا الكاس الثاني نضيف الخميرة الخميرة فورية أولى الخميرة المعجونة ستبقى على حسب الجو بما أن الكمية عندنا كبيرة تقريبا هنا معلقة كبيرة المعلقة اللي كان عبر بها دابة هادي صغيرة نضيف واحد شوية ديال السكر باش غد يتفاعل ليا الخميرة وغدين نضيف كاس ديال دقيق القمح الصلب كيف تعودتم معايا دائما نضيف دقيق القمح هذا اللي هو يمطحون على اليد طحين ديال القمح طحنه على اليد ما عندكمش ممكن أنكم ديروا دقيق القمح صلب أو لا الفينو هذا دقيق ديال القمح مغربة غربلة رقيقة جوج كسان ديال دقيق القمح يعني واحد العجينة إن شاء الله هتديروها وتعاودوها وفيتلي شاركت معاكم واحد العجينة استحسن العديد من الأخوات وحقق واحد المشاهدة اللي هي ما شاء الله يعني ملايين المشاهدة في البيزا ديالي شاركتها معاكم تقريبا سنتين دابا عجين مماثل غير هادا كان في الفران وهذا إن شاء الله هتديروه في المقلات هنا غدين نزيد الكاس تالت ديال الماء ثلاثة الكسان في المجموع ديال الماء كاس ديال الحليب سائل وغدين نخلط الكل يعني اولى عندنا الخميرة فورية مع شوية ديال السكر وغدين نخلط الكل وغدين نخليهم يتفاعلوا يعني المرحلة الأولى غدين نخلي هاد الخالط هادا يتفاعل كيف قلت هنا كان بيليكم أنا عندي ثلاثة الكسان ديال الماء دافي إلا تبغي إلا ما كانش عندكم الحليب سائل ممكن أنكم ديروا ربعات الكسان ديال الماء وغدينوا ملعقة كبيرة عامرة بالحليب مجفف نخلط الكل بالبراميكسور أولى بهذا الفوه هادا باش يتجانسوا المكونات مع بعضياتهم من الأحسن أنكم تخلطوهم بهذا الخلاط هادا كيف ما يمكن لكم تخلطوا المكونات في الكاس ديال الخلاط الكهربائي لكي تديروا السوائل هادا لكي تديروا فيه العصر هذا العمل هي مهمة أول مرحلة مهمة هادا كي تفاعلنا الخميرة بسرعة وكي يمتازجوا المكونات مع بعضياتهم سنجد الكل يختمر تقريبا 1-15 دقيقة وكي تبقى على حسب الجو أن نشوف هاد المكونات انه متفاعلوا مع بعضياتهم وخمرات سوف نغطيه بلاستيك غدائي أو بسلوف انا لم يتوفر لي السلوف كيف نقول لك نقضي الغراض قدرت بلاستيك غدائي وغطيت عليها ونجعلها حتى يتفاعل شوفوا معي النتيجة بعد 1-4 ساعة الخليط سوف تضعف الحجم او كريمي او او رغبة ما شاء الله سوف نكملوا باقي المكونات إذا شفتوا معي لنضيف الملح في الأول لنضيف الملح الخليط والزعتر والزعتر نضيف الملح والزعتر نضيف دقيق مغرب على جمب نضيف دقيق القمح نضيف دبا فتحين لا نستطيع أن نحكم لكم على كمية الدقيق نضيف دقيق الاخدالية لأن كل دقيقه تشرب بسرعة كل دقيق الهدف من هذا الاقتراح بمثلا البيتزا كمية كبيرة نقف وقفة واحدة سواء قدرنا البيتزا أو البطبوط نخرج منها لخير والبركة واليوم الثاني اولا ندوز واحد شوية من شكل اخر وهكذا يكون لدينا تنوع يعني باش ماشي كل نهار نحن عجنوق في البيتزا وكنوا متأكدين هذه العجينة ان شاء الله سوف نديرها وتعاودها ان شاء الله وبالنسبة الجبن هذا تحت طلب العديد من الأخوات وعلى الرصدهم اختي خديجة واحد الأخت متتبعة وفي القناة الأخت خديجة مفتاح اللي طلبت ليها النوعية ديال الجبن أنا نشاركها معكم وبطبع الحل بزاف ديال أخوات طلبوا لي النوعية ديال الجبن هذي ان شاء الله سترحموني عليه لاني جربت العديد في الأنواع خصوصا المدذري دائما كالغدك المشكل ديال التعليكة اللي كانت جيني بينه بينه ولكن في هذ الجبن اللي غنشارك معكم اليوم اللي غنشوفو معي فعلا ارتحت ليه وعودتوا عجبني بزاف سوف نشارك معكم ان شاء الله حتى النوعية للجبن الأحمر سوف يتوفر لي ان شاء الله سوف نشاركه معكم لان ما كانش بقتلية العلبة واضحة او لا الكورة عفوا واضحة صافي كيف شفتم معي بقيت نزيد في الدقيق شوية بشوية حتى نحصل على العجينة اللي ما تكونش قسحة وما تكونش خفيفة تكون تتلصق باليدين نزيد واحد شوية ديال زيت الزيتون او لا زيت البلدية ندخلها فيها اخر مرحلة و نغطي لها او لا ندهل لوجه ديالها بزويتها و نغطي بلاستيك غدائي و نخليها تخمر العجين ديال بيزا اخواتي يخصوا يخمر مزيان يخمر ممكن ياخد احتربعة تسوايع ممكن ثلاثة تسوايع شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله كيفاش خمرات وفاضت الله يفيد خميرتكم قولوا امين يا رب العالمين شوفوا ما شاء الله كيفاش ولات يعني بعد ما خمرت وهذه هي النتيجة اللي غادي يتعطيكم نتيجة زوينا هنا غادي نخلي الصورة او للفيديو بطيئ باش شوفوا معي وانا كنهبط هاد مما سرعتش يعني خليتها كيفية وانا كنجبت باش تشوفوا معي العجينة كيفاش دايرة سوف نبدأ نخرج منها الهواء العجينة خاصكم تحصلوا عليها بهذا يعني هذا القوام هذا خاصها تخمر مزيان ومن بعد غادي ندوس ونبدأ نشكل فيها كويرات او لا اقريصات بالاستعانة شوية ديال الدقيق وهنا عندي دقيق القمح الكامل يعني اللي عندي مغربل ممكن ديروا دقيق القمح الصلب او لا الفينو يعني بما يسمى بالفينو كان بدأ نشكل في قريصات او لخبيزات على قياس انتم اللي بغيتو ديال بيزا اللي بغيتو بغيتو مصغورين بغيتو هم كبيرين انا درتهم في القياس يعني كانوا ما شاء الله قياس معقول وخرجات الخير والبركة في الاول كنقص بشوية ديال زيت البلدية وممكن ديروا شوية زيت ناباتية وكتبدأوا تهزوا في الكويرات ديالكم وكتستعنوا بشوية ديال دقيق شوفوا معايا كيفاش دايرة منبلة ما شاء الله مدلوك وفي نفس الوقت خامرة العجينة ديالبيتزا هي الخميرة عند جوج ديال اه غادي نقول لكم جوج ديال النقط ليهما مهم من في في البيتزا الخميرة انا تختمر مزيان والنقطة الثانية هي لما قلنا نش بزايف ديال حويج عاود من غير السلصة ومزاف الحويج سوف نقول لكم الطريقة ديال طيب ديالها طيب ديالها إذا كان الفرن اللي هوية الى كان طيبه في الفران إذا كان الفرن اللي هوية مجهد وصخون مزيان مزيان سوف نتبع تلحل هذه اللي كان هضروع على البيتزا مثلا كانت طيب في الفران خاص الفرن يكون ساخن مزيان باش نحصل على نتيجة زوينة فيها هنا اليوم سوف نشوفها مع بعضياتنا غير في المقلات او غير في المقلة بعد ما كنسى لها كاملة سوف نغطع لها بواحد البلاستيك غدائي غير باش ما يتقشل المينديل سوف نخليها غير ترتاح واحد دقيقة لا باش تعطيني الطوع انني بدأ نقرس فيها وشوفوا ما شاء الله شحال وجهة ديالبيتزا ترتميها رجان ديالبيتزا ما شاء الله سوف نبدأ باول وحدة اللي هي رتاحت شوية وكان بدأ نقرس فيها بالاستعانة بشوية دقيقة وهناي عندي دقيق القمح الكامل كيف قلت غير هو مغربل وشوفوا معا يدك الزعتر كيفاش تدير فيها انتم اذا كان قريب لكم يعني الفران او البطل اللي كتطيبوا فيها قريبا لكم راه اللي قرستوها كتبدا طيبوا الفرن كيكون بعيد شوية عندي على طاولة العمل لهذا غدي نوجه تقريبا واحد ثلاثة او الاربعة وعد كنبدأ انطيب وكان بقى نستعن بالمدلك هذا غير باش كي يقرس هاليا باش يقرس هاليا بزيان ودروري البيتزا كتك يعني كنت تكوها بالشوكة او لا بالفرشاد المقلات كتكون سخونة هنا عندي المقلات تقيلة او لا المقلات ديالوجدة او لا اي مقلات شوفوا معايا شوفوا ما شاء الله كتدير بحل كيف كنقول الشيار او لا المخنفر يعني شيار عفوا ضروري اننا غير نحطوها ونقلبوها را هيك تجي خفيفة خفيفة بزاف بزاف ديروا بحسب انك تكون تبعها بطياب يعني ماشي غدي نطيبوها طياب كامل او لا غدي نطيبوه بطبوط لا لاننا غدي نكملوا طياب ديالها سواء في المقلات او لا في الفران سوف يبقى لكم الاختيار ان شاء الله سوف نشارك معكم الطريقة دا بدي لهم ان شاء الله كم قادة بنفس الطريقة شوفوا معايا خفيفة وهذا هو سوف نقول لكم البطبوط هذه هي البيتزا ديالنا يعني كتجي اكتر من رائعة وانا شخصيا كتعجبني هذه البيتزا هذه هنا هي هاد شيتا كنبقى نحيد بها هادك الطحين او لا القمح اللي انا كنقرص به باش هكا ما يبقى وش مكتعطيني اش ديك الحرق فيهم او لما كتت راكم عارفين ضروري نحيدو دا كلفتات اللي كيكون شوفوا معايا البيتزا ديالي الخير والبركة ما شاء الله وكاد شي خفيفة ووخدة لون واحد وطيبة يعني راها طيبة غير كتكمل طيب ديالها ان شاء الله بالسلسة بالنسبة لتخزين ديالها اللي بغيتو تخزنوه غير كتخليوها حتى كتبرد بطبيعة الحل وكتقسموه في بلاستيك غدائي القياسة اللي بغيتوه لأفراد الاسرة ديالكم سنشارك معاكم طريقة ديال طيب ديالها هناك ناخدو حدا وكنت هنها بسلسة ديال طماطم سلسة طماطم شاركتها معاكم شاركت معاكم سلسة ناجحة اللي خاصها تكون ناشفة ناشفة يعني هادي سلسة مصيبها في البيت يعني ما كان هدرش انا عمري ما شاركت معاكم شي سلسة اللي احنا كنشريوها جاهزة دروري نصيبوه السلسة في البيت لان المدق ديالها كيكون جد مميز وهذا هو الجبن هاد الجبن هاد فيه انواع راح كين فيه الزرق كين فيه البيض كين فيه الكحل المهم شوف انتوما وديروا سكرين للصوره هنا مياه في المياه حليب يعني مياه في المياه حليب وهنا راح تقطعت منها والبنت لي اعادت فكرت بانني خاصة نوريها لكم ومع ذلك حاولت انني انقذ البلاستيكا يعني ديروا سكرين رجعوا الفيديو قيدوا الاسم ديالها وخدوها بالنسبة الثمن راح كل مدينة وغدا تختلف على حساب الثمن وهنا غدين بيليكم كيفاش كتتحكي بعد المرات المتزر اللي لمني كنناخدوها رامني كتبدو تحكوها او لمني كتشريوها شم حكوكا كتبقى كيف كنقولوك التعجن هادي كتتحكي تهبط خيوط وزوينة وكتدوب وتل مدق ديالها زوين كتعرفوا ان المتزر اللي ما كيكون شفية شي مدق ولكن هادي شخصيا عجباتني بالنسبة للبيتزا قدرت لها شوية ديال بصل دوائر يعني خضراء ما عندي كنبغيها انا شخصيا كنبغيها شوية خضراء المهم الهدف هو انني شاركت معاكم العجينة ديالبيتزا شاركت معاكم النوعية ديالجوب اللي كانت تحتالى بالعديد من الاخوات كنديروا الموزاريلا كنديروا سلصة طماطم كنديروا دوائر ديال فلفلاتون لقسم الله او من بعد شوفوا معايا الموزاريلا كيفاش كنوريكم من بعد كنضيف شوية ديالجوبن احمر او لا الادام او لا المصدام او لا اللي توفر وغادي نشارك معاكم ان شاء الله قريبا النوعية ديالجوبن اللي كان نخدم يعني الجوبن الاحمر هنا كيبقى لكم الاختيار اما كتغطيو عليها بالقفية لو ديروها فوق البوطة وعافية ميلا شمعا باش يدوب عليها الفروماج كيف ما يمكن لكم انكم دخلوها الفران كيكون ساخن ساخن جدا غير كيدوب الفروماج والبيتزا ديالكم كتكون واجدة وصفة ممتازة ديال العجين ديالبيتزا فعلا وصفة كتستحق التجربة اخواتي او كتستحق تخليو لي عليها واحد لايك من بابي التشجيع اخواتي فضلا وليس امرا الله يجازيكم بخير بارتجيو الوصفة الفيديو مع العائلة مع الاهل والاحباب هكا باش الفيديو يتقترح على نطق واسع ويتقترح على اخوات لم يشتركينش في القناة شوفوا معنا البيتزا كيفاش دايرة كتجي اكتر من رائعة خليتليكم الراحة ولهنا وراحة البال في امان الله اخواتي